حبائي احنا عايشين في ايام صعبة كثيرة عم نتفرج على الحرب الدائرة بين اسرائيل وبين حماس في غزة قلبي يعتصر ألما على ما يحدث هناك غزة البلدة المحبوبة غزة البلدة المذكورة مرارا وتكرارا في الكتاب المقدس سواء في العهد القديم سواء في العهد الجديد غزة مذكورة ومهمة جدا في تاريخ الكنيسة غزة اللي تعتبر بلد مهم جدا بحسب التاريخ يقال إذا أردت أن تأخذ أو تحتل مصر عن طريق غزة وإذا أردت أن تحتل أرض كنعان عن طريق غزة فهي الطريق طريق البحر اللي بيربط جسر بين ثلاث قارات موضوع استراتيجي مهم جدا ولكن أحبائي الشيء الحلو والجميل شعب غزة أنا ذهبت مرارا وتكرارا وخدمت في غزة عدة مرات خدمت في المستشفى اللي تهدم زرت الكنيسة الأرتدوكسية وللأسف يعني حتى الإزاعات مش عم تتكلم عن هذا الموضوع دماء الأبرياء المسيحيين اللي قتلوا في الكنيسة الأرتدوكسية عيلتين بأكملهم 18 فرد فتخيل أنت كل هذه الأفراد اللي ماتت بسبب هذه الحرب وإحنا عارفين أنه لازم اتوقف هذا الحرب الحرب ما بتفيد أي شيء وللأسف إذا الحرب بتتحول لدينية فتعتبر المأساة البشرية والسؤال لماذا لا تتبع الناس تعليم المسيح لماذا الكبرياء ولماذا التعجرف والغطرصة من الطرفين كفى لقتل دماء الأبرياء سواء من إسرائيل أو سواء من حماس كأنه الناس متعطشة للدماء فالمسيح رفض العنف وعلم ضد العنف والعنف بيجلب العار والدمار والعنف طبعا بيجيب اللعن على أراضينا أراضينا محتاجة إلى إبراء محتاجة إلى افتقاد إلهي فواضح أنه ولا أي نظام سياسي ولا حتى الدين ساعد أوضعنا في البلاد المقدسة أو بالأحرى مش عاوز أقول البلاد المقدسة لأن البلاد المقدسة صارت تعتبر من أنجس البلاد ولكن يقف أن أقول بلاد الأنبياء بلاد أو بلد المسيح فإذا إخوتي وأخواتي أنا بضم صوتي للأصوات الكثيرة أنا ضد العنف ضد اللي بتعمل إسرائيل في غزة كثير مدنيين كثير أبرياء ضحايا عم بموتوا بسبب قضية دينية سياسية أو قضية سياسية مغلفة بالدين والناس ما إلها أول ولا دور في هذا الموضوع بالأولى أنه نهتم بإحتياجات الغزويين بالأولى نهتم أنه نبعث الأكل الطعام والوقود والماء والاهتمام بحياة الناس غزة بلد جميل جداً ممكن تكون جنة على الأرض فماذا فعلنا في غزة عم نحصد الضمار والنتائج بسبب حروب دينية أنا بدعوك اليوم أنه تيجي للمسيح يسوع لأنه هو الحل الوحيد لغزة هو المخلص اللي خلص بالماضي وهو المخلص الذي سيأتي ثانية فباسمي وباسم خدمة نور لجميع الأمم بحب أقدم التعزية لكل اللي فقدوا أحبائهم من مسلمين ومن مسيحيين كما ذكرت شعب الغزاوي شعب طيب جداً بكل معنى الكلمة حرام أنه يوصل الوضع أنه البلد الجميل تتحول إلى بلد جحيم الرب يعزيكوا ويشجعكوا كل اللي فقدوا أحبائهم وبنفس الوقت منصلي من أجل كل الجرحة وكل المرضى أنه الله يتدخل وبصلي من أجل حل كامل حل السلام يغمر بلادنا الجميلة الحلوة اشتركوا في القناة